لجنة التخطيط في النادي الاهلي بالمناسبة النهاردة قبضت غضب من مرس الكرة الموديل الفني للأهلي ليه؟ هو مش عاجبهم طول فترة الراحة السلبية اللي خدع الفريق بعد مباراة السوبر مرس الكرة اللي قدع للفريق اسبوع بعد مباراة السوبر بس ده كان مخطط ليه من قبل لعب المباراة وهم عارفين انه ده مخطط ليه من قبل لعب المباراة كده كده الفريق هياخد اسبوع بعد السوبر هو اللي مدايق لجنة التخطيط ايه بما انك خسرت المباراة وبما ان كان فيه اخطاء واضحة في المباراة فاسبوع كتير عشان ترجع تاني وتصحح الاخطاء قبل السوبر المصري خاصة ان هيبقى فيه معسكر للمنتخب في النص فكانوا عايزين اسبوع ده يشافوه كتير بس مش حكاية يعني مش قزم مش مشكلة وقالوا حتى للكابت انساني ومساكوا اتحاولت تفاهم مارس الكورر او تقنع مارس الكورر انه يقلل موضوع الاسبوع ده شوية بس اللعيبة خادت الاجازة ولما صدقت ومكدبش عليكم يعني انا لو ما كان مارس الكورر كنت عملت كده لعيبة النادي الاهلي بتشمشم على يوم اجازة من اكتر اللعيبة اللي في العالم بتلعب مباريات كتير وبتلعب تقريبا السنة كلها فكلما يبقى فيه فرصة ان ام ياخدوا اجازة يديهم اجازة حتى لو الفرقة خسرت بس ما احتاجي الاجازة عشان يرجعوا يكسبوا ده رأيي فانا مع مارس الكورر مش مع لجنة التقديد في الجزئية دي طبعا اكيد هما نجوم كبار وقضرة يعني بس اللعيبة الاهلي تحديدا تحتاج الاجازة دايما يعني لما يبقى فيه وقت ينفع يتاخد اجازة طيب فاكرين الحكاية بتاعت عمر الساعي لما انتقطها وقلت انه ما ينفعش ينازل استوريا وعمل كده الاهلي رقم واحد وعمل كده يعني قول رأيه رقم واحد بس نعملش كده دايقتني بصراحة وقلت ساعتها انه لو كان فيه مدير كورة كان هياخد قرار صارم ضد عمر الساعر تمام تمام الاهلي بقى ده خبرنا في رقم عشر بيستعد لإصدار قرار بمنع ظهور اللاعبين في المناسبات افراح وفتتاح ملات ومطاعم دون الحصول على اذن مسبق في هذا الشأن وهيتم منع التعامل مع السوشيال ميديا او الظهور في فيديوهات او التعليق على وسائل التواصل الاجتماعي بشكل تام وهيبقى فيه اجراءات مشددة على اي لعب ما يلتزمش بالتعليمات دي وهيتم خصم جزء كبير من مستحقاته المالية برافو النادي الاهلي برافو النادي الاهلي ما تسحش من النوم عايز تحط بوست ستوري قصة حكاية وتهزر وتتحق انت مش شخص عادي لعب النادي الاهلي مش شخص عادي واللاعب عمتا اللي ليه جمهور انت مؤثر فالحاجات اللي انا بعملها او واحد تاني بيعملها يخش يزعق يتدايق يهزر يضحك يقصف جبهات ده كل اللي انا اعملها انت في ورق جمهور كبير جدا بياخدك مثلا وقضوة ممكن تسخنه تنرفزه تعصبه ممكن تخليه استفاز فانت كل كلمة منك وكل حركة منك وكل خطوة منك بحساب هجماعة الحاجات دي في العالم بتدرها شركات تعارف مثلا مثلا يعني ميسي ولا كريستيانو ولا نمارو والاسماء الكبيرة دي هل انت مثلا بتشوف لهم صور في افراح كده وقفين وبيرقسوا بيهيسوا وبتاع فيش انا اي خطوة باخدها شركة معايا بتقول انت هتاخد صورة في الحتة الفرنية لا ماينفعش تاخد الصورة دي لا تاخد الصورة اللي مش عارف ايه ماينفعش تروح المكان ده ماينفعش تروح مش عارف ايه وكي انت بتسحى منهم بتقول انا هروح فين النهاردة ولا يفرق معاك كاميرا ولا صورة ولا حكاية ولا بوست ولا كلمة كلام العشوائي دي في ادارة نفسك دي مضرة جدا لنفسك قبل ما تبقى مضرة لنديج المرة دي بتدور للاتنين بتدورك وبتدور للنتيج بس خد بالك انت انت لازم تدير نفسك بشكل اسكى من كده ده اي لاعب مش لاعب النادي الاهلي بس